حياة كلاما مشاهدين وتابعي قناة WTV شاشة وطن وأهلا وسلم بكم حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد الحمى النتفي تطرق الأبواب مجددا بعد تسجيل عدد من الحالات والإصابات اليوم مخاوف كثيرة بالشارع العراقي ومع ظل هذه المخاوف اليوم اللاحظ ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الحمراء رح أتعرف على هواية تفاصيل يوم من خلال ضيوفي اللي رح أشاركوني الحديث بداية أرحب بالستية ماما اختصاص طب أسرة حياة شراء دكتورة مساء الورد مساء العافية بداية يعني ستية ماما اليوم نريد نعرف ما هي الأعراض اللي تظهر على الشخص في حال هو مصاب بالحمى النسفية طبعا أنا جدا شكرا لكم لاختياركم هذا الموضوع موضوع مهم جدا لازم احنا ناخدنا وقفة الجميع مساهم ومشارك بإيقاف طبعا هذا المرض طبعا هو مرض بيروسي مثل ما تعرفون احنا مما كان بس هاي السنة نحن الآن سجلنا إصابات وحسنا نسجل همينا إصابات وللأسف الشديد الموضوع مهم جدا نقدر نسيطر عليه بعض الأمور الوقائية خلينا نحكي من البداية أنه هو مرض بيروسي أهم أعراضها طبعا مثل ما نحكينا أنه هي الحمى النسفية إذن الأعراض التي يشكي منها الشخص هي ارتفاع درجات الحرارة راح تكون ألم بالعضلات بالإضافة إلى صداع ممكن تكون تيبس بالرقبة هاي المشاكل ألم بالظهر هاي تكون بالبداية طبعا تظهر الأعراف بعد ملامسة الشخص أو معاملته وهي حيوان مصاب أو تعرضه للدغة تلقرات صيب الحيوانات أيضا طبعا ما يصيب الحيوانات بس للأسف مرات الحيوانات ما تظهر عليها الأعراض فالإنسان بصعوب ويعرف أنه هذا الحيوان مصاب أو لا يعني ممكن طبعا طبعا طريق الأطباء البيطريين ممكن تكون اكتشاف الحالات لكن أغلبها تكون أعراضها جدا خفيفة وقد ما تكتشف طبعا مثل ما قلت لك أنه بين ثلاثة إلى ثلاثة يام إلى ستة يام بعد لطغة القراد راح تظهر الأعراض أو تسعة يام بالنسبة للتعامل مع الحيوانات أو نتيجة التعرض لحيوان مصاب راح تنقل الأدوى تظهر الأعراض بعد تقريبا ستة إلى ثلاثة عشر يوم يعني اللي أريد أو أصطل راح تظهر هذه الأعراض وراء هاي الفترة فترة يعني بغور الفيروس وانتقاله للإنسان طبعا راح تظهر بعد هاي الأعراض اللي قلنا عليها يكتشف درجة الحرارة والأنب العضلات والتيبس بالظهر والرقبة والصداء راح تظهر بعدها أعراض تشبه أعراض التقيو ألم بالمعدة ممكن تظهر بها طبعا أعراض أخرى اكتئاب قلق هاي الأمور بعد بأربع خمس أيام طبعا ممكن تظهر أعراض والأغلب راح تظهر على شكل أعراض طفح أو طفح نمشي بالبداية قد تكون بالجلد أو حتى داخل الفن بعدها تظهر على شكل كدمات بقع زرقاء كبيرة وممكن أنه تكون بعدها طبعا على شكل نزف يعني دكتورة اليوم في حال ضرور هاي الكدمات الزرقاء التي تظهر على الجلد اليوم يعني شكرا نسبة الإصابة تكون نسبة الإصابة وأنا راح تقول نسبة ممكن اللي تصير بعد تعرض الشخص طبعا هذه المرض أغلب في يصيب الفئات العمرية اللي تأمل أو تتعامل مع الحيوانات اللي تكون بين الـ 15 إلى الـ 45 أو بالنساء اللي ممكن أنه يبقون أو يتعاملون باللحون طبعا هذه همينا أيضا تكون الفئة يعني يعني يوم ربط البيت يا أكثر عرض الإصابة بهذا المرض طبعا قلت لك الكل راح يوقف وقف ممكن صاحب البيت أو أبو البيت يمنع الإصابة الأولاد يمنع وفاة زوجتها يمنع كل وفاة هو بحالة تعامل مع اللحون صورة صحيحة عرب سنين يشتري اللحون من المجازر الرسمية التي تكون بها ذبايح بصورة قانونية وصحيحة يتم متابعة هذه الحيوانات ومعرفة أن هذه الحيوانات مصابة أو لا ترش بمواد كيميائية ترش بمواد طبعا ممكن أنه تعالج هذه الحيوانات تبقى لمدة أسبوع إلى أسبوعين طبعا هذه الحيوانات لحد ما تربح بحيث أن تتخلص من الفيروس التي يصير بها نتيجة لسعة قرادة ومصابة بهذا الفيروس فتبعا جاء الحيوانات من تنباح بالمجازر الرسمية تكون ما كوا عليها أي مشكلة لذلك نحن دائما نعيد نقول أخذ اللحم من المجازر الرسمية القانونية وعدم شراء اللحم من الشارع فيها ناس لا تشترون اللحم اللي تشوفوه من الشارع ومتعرفون هذا الحيوان مصاب أو لا طريقة التعامل مع هذا الحيوان قد تكون أو التعامل مع اللحم أو السوائل الموجودة بها طبعا هذه كلها ممكن أنه تسبب لك إصابة وانت ما تعرف نعم دكتورة هواي ناس اليوم يتجون لشراء اللحم اللي هي موجودة في الشارع تكون بأسعار رخيصة بالتالي هم يعرفون مصادرها لكن رخص الأسعار هو اليوم اللي يجد بالناس وتضطر العالم تشتري لأن اليوم كان اللحم مصالب 20 ألف يعني بالأماكن الرسمية لبيع اللحم أو المحلات يعني يوم التجارية لتبيع اللحم فاليوم اللي ما عندهم كان يضطر لشراء اللحم بأسعار رخيصة اللي هي موجودة بالشوارع وببعض الأسواق اللي منتشر زين بالتالي يعني اليوم هي بيها خطورة اللحم طبعا كل ما صحيح واني كل شواء فرائدت لأنه انتي طرقت لهاي النقطة طبعا اللحم اللي تتباع بالشارع أو المجازر غير الرسمية أو الأماكن تواجد هاي الحيوانات تذبحها الأشوائي طبعا هذه راحة تكون هاي أرخص وأرخص قد تكون بنسبة معينة تخلي الإنسان ممكن أو الشخص أو المواطن يشتري هاي اللحم وطبعا حتى إذا راح للقصاب يتأكد أنه هاي الحيوانات أو هاي سواء كانت الأغنام أو البقر طبعا هاي بيكون مذبوحة بصورة رسمية يتأكد للأسف أيضا بعد محلات القصابة وليس الجميع طبعا ممكن أنه يأخذها مذبوحة بصورة غير رسمية وغير مجازر رسمية فبالتالي ممكن أنه يسبب نفس الإصابة نعم طبعا دكتور يعني هاي ناس اليوم يعني خلينا نحتي بالعامية من تقول لي ليش تشتري اللحم من هذا الموجود بالشارع اللي هو غير رسمي يقول لك هو يذبح قدامي يعني من يذبح قدامك زي عسكون معرضة لأتربة معرضة للحشرات معرضة اليوم هاي أمور طبعا احنا بس الاخو نقطة اريد اوضحها للمواطن احنا ممكن تكون كلمات بقاء لكن راح تكون بعدها نزف وهذا النسس اللي يصير بجميع فتحات الجسم ممكن أنه تظهر بالعين نزف بس ممكن عن طريق الانف عن طريق الاذن ممكن سيدات النساء ممكن أن يجون عن طريق عبهم النزف يعني تجي تعاني تروح الطبيبة النسائية تعاني من النزف ما تعرف أنه هذه قد تكون حمى نسفية طبعا نسبة الوفاة الخطرة هنا أنه نسبة الوفاة تكون بين 10 إلى 50 بالمئة يعني النسبة نوعا ما عالية تغتل تغتل أفضار وات الفيروس أكيد النقاط اللي أريد أني أوضحها أنه أغلب العوائل راح تربح الزبايح داخل المنازل أو حالة وجود حفلة الأعراف أو العزائم يعني العشائر وكل الأمور هذه كلها أغلبها أغلبها تصير داخل المنزل اللي أريد أوضحها أنه القصار اللي يربح هذه الزبيحة طبعا يتأكد من سلامتها بعد متابعتها من الطبيب البيطري من الجزمة من الصدرية من حتى المناظر اللي إحنا سميها البوغل اللي تجي بيابة تغطي العينين أي قطرة الدم من الدم مصاب حيوان ممكن تسبب له الإصابة الستشين يتخلص من المواد اللي بواقي الحيوانات بصورة صحيحة يخليها بشيس ممكن ويتخلص منها بصورة صحيحة حتى لا تسبب إصابة أقول بيك يعني تقريبا هوي ناس رح تتبح لأمواتها فشو الإجراءات يوم المفضل على المواطن أن يتبعها أنا بكرت بالنسبة للقصص بالنسبة لأبو البيت الشخص اللي رح يجيب الذبيحة للبيت لازم عند بعض الأمور اللي يتبعها أولا عنده لازم ما يخلي الأولاد الأطفال أو الأولاد الموجودين يكونوا قريبا من الذبيحة هذه نقطة لأنه ممكن هذا الحيوان تكون إقراضة اللي تنقل هذا المرض هذا كان الحيوان مصاب ممكن أنه تنقل من الحيوان بعد ذبحها لأن هذه عادة نفعيش على درجة حرارة الحيوان نفسه فتدور على أقرب جسم كالمحي تكون حرارة مقبولة في حرارة جسم الإنسان فتروح ممكن للأطفال ممكن للشخص نفسه أبو البيت ممكن أي شخص يكون قريب لذلك يبتعدون للأطفال هو يكون حذر يلبس همين مثل ما قلنا قد تكون الجسم يتبه لهذه الأمور يبتعد عن زبح يتلج أي قطرة دم أو تعامل مع سائد أو أن سجدت هذا الحيوان تثبت للإصابة من ياخذ اللحم يودي الربة البيت طبعا زوجتي لازم أنه تتخلى هاي اللحم صفحة معينة ما تكون قريبة من باقي الأكل ما نخلي الأفطال ما نخلي البنات الشباب اللي ما عدهم معرفة طرق الوقاية أو أحنا نعلمهم طرق الوقاية إنه يلزمون اللحم بدون تشفوح لازم تشفوح تكون موجودة صدرية على قليل تكون لارفة هالمرض تتخلى اللحم طبعا هي بين ساعة طبعا هي أكثر فترة لنقل من الإصابة هي وقت الزبح إلى تقريبا نقول نحن خمسة إلى سبع ساعات يعني وراءها يعني إذا أنتبخوا بنفس اليوم بعد الزبح ما تكون مشكلة ما تكون مشكلة بيت هي أن ستقصل للحم أنه تكون تهيئ المكان الذي يكون خاص ما تكون الصحوم قريبة منها ما تكون المعالق ما تكون الأكل أو الصدروات أو الصواكه أو أي كان ممكن أنه يلامس هذا الحيوان الدم مسجل الحيوان وبالتالي ممكن يستطيع الإصابة طبعا مثل ما قلنا هي أهم شيء لازم تلبس تشف وتتخلص منه وتشف يكون نوعا مؤذين يعني في الحين لا يسبب لها جروح لأنه إذا جرح تتلامس الدم ممكن يسبب لها إصابة تتخلص من تشف والباقي العنسجة أو الدم صورة صحيحة يعني الكفوف التي تستخدمها ربما البيت لازم تكون استخدام واحد أضرر نعم أضرر طبعا تتشين اللوحة التقطيع لازم يكون يغسل ويعقل عادة ما تشوفين أنه الدم راح يكون موجود بالبيت بالطرمة فلازم يكون إلى غسل بطورة صحيحة وعادة نحن نفضل أنه يخلي أربع قلافات مي إلى قلاف واحد قاصر هذا المعدل أو أربع لترات مي بلتر قاصر طبعا هذه تتنظف بها الترمط من بقايا الدم وبقايا شوان بعد ذبح حتى تسبب لعصابة وتكون أكيد المكان مرأة ونظيف بالنسبة العوائل يذبحون بعيد الأضحى طبعا نعم أجم الناس التي تشتري اللحم ما هي إجراءات المفروض لربة البيت تتبعها طبعا إذا راحة تربط البيت وهي شكرته أو يعني أبو البيت وهي راحة ترياض نحن نجل 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 تخلي مسافة بينها ودينها بيحافظ متر متر تقريبا حتى لا ممكن أنه تلامس صوائل أو أنفيد الحيوان المذبوح هالنقطة النقطة ثانية لا تحاول تلزم بإيديها لازم يكون قطعها القصاب ورعا نحن لازم نتأكدين من القصاب أنه زائب هذا اللحم مذبوح بمذبوح رسمية مبطوص ما بي أنه تكون هذا العيوان المذبوح بإصابة مهم أن نتأخذها مثل ما قدت تلبس الشف تبتأج مكان جريز تحاول تخلي كيس مضيق من ترجع للبيت تخلي مكان معين بالسيارة لازم تخلص من الأكياس بصورة فحيحة تتعقل إذا تتعقل المكان الذي خلت به مثلا هذا الأكياس نعم دكتورة إذا اليوم الشخص ظهرت علي الأعراض التي ذكرتها قبل قليل شلو الإجراءات المفروض اليوم يتبعها طبعا قلنا لأن نسبة الإصابة عالية نسبة الوفاة عالية ضرارها فلازم الشخص من يكون عند ارتفاع بدرجة الحرارة صداع بسهات 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 وقد تشبه لحد بعض الأمراض التي تكون بالجهاز الهضم لكن هنا أكوه ثالث وليس وهي حيوان أو وهي قراد أو شخص مصاب بالحمة النسطية والعروفية طرق العدوى تكون عن طريق القراد أي لسعة قراد ممكن أنه تكون محملة بهذا الفيروس اللي نعرفه أنه نايروفيروس زين ممكن أنه تسبب لإصابة أو تعامل ويا حيوان بيشتري لحم بيشتري بيشه بالبيت أحد جاب للحم هس يعني تعرفين إحنا هذا عيد الأبحاء أكيد راح تسجيب الناس لحق فهذه الأمور إذا شافها بصراحة بالإضافة إذا كان يراعي أو يتابع يعني شخص قد يكون مصاب وخاصة أنه جماعة الكمادر الطبية والصحية التي تعمل بالمستشفيات والمؤسسات الصحية يكون أكثر التوعية لهم بخصوص هذا الموضوع إذا كان أكو شخص يراع ومصاب بالحق وما النسكين أنهم عادتين يكونون بردعات عزل إذا ظهرت عليه الأعراض أكيد لازم يكون يروح الأقرب مؤسسة صحية أقرب مؤسسة صحية يعني مرات تكون على شكل نزف بالعين هو ما منتبه عليها قلت ممكن سيدات يجون على شكل نزف نسائي أو يعبالها مشاكل هرمونية أو مشاكل أخرى نسائية ممكن أنه تكون يعني قد يقاني من قرح لكن كل هذه الأمور يعني الإصابة اليوم ممكن إذا تكون بالعين النزف ممكن من أي فتحة من فتحات الجسم حالها صارت نزف طبعا هي قد تعتبر حموة نسبية وقيت لك الأساس بالتشخيص أنه عنده تلامس أو عنده لسأة قرادة وطبعا لسأة القراد بالنسبة للأشخاص مربي الحيوانات أو السيدات التي مثلا أدها جاموس أو بقر أو تحلب طبعا ممكن أنه تنقل إلها وتلسأها القرادة طبعا هي ما راح تحس بيها لأنه تكون لسأة بها مثل الماغدة المخدرة ما تحس بيها السيدة أو شخص مربي الحيوان نعم فهنا نقول هذا الجزمة اللي تلبث ها الملابس البيضاء الأكمان الطويلة البناطير الطويلة وتكون بيضاء حتى إذا شافت القراد طبعا ممكن أنه توخر القراد بس نرجع ونقول ما تقتل القراد بإيديها لأنه تكون عادة سطح القراد يكون سليق فبالتالي ممكن أنه يسبب لها جرح ويتقل الفيروس وبالتالي ممكن يسبب إصابة نعم مع التغيرات الجوية نشوف انتشار البعوض والذباب هذا ممكن يقر النوع الموجود أدنى بالإراق هي حم القرام الكونغو النصفية اللي عادة تكون تنقل عن طريق حشر القراد تكون صغيرة وعادة تتغذى على جسم على ذن الحيوان أو الإنسان بالتالي هي تكبر تكبر وتكون قد تتضاعف بحجمها طبعا بالمناسبة هذا المراب ما إلى لقاح لا للحيوان ولا للإنسان لذلك صعب أنه مؤحد للذن تتبقى طرق التجنب أو البقاء هي بس البقاية وما عرف طرق البقاية يعني إنسان نفضوه يحمي نفسه بنفسه بالضبط نعم زين بعد ما يروح لأقرب مكان أقرب مستوصف أقرب مستشفى بعد ما تظهر عليها الأعراض شنو إجراءت للتصير أكو عداد يوم متوفر طبعا الإلاجات هي علاجات للأعراض علاج خاص لهذا المراب ما أكو لكن علاج للأعراض يعني ارتفاع درجة الحرارة ينطون أدوية خطوة الحرارة إذا صار عند نزف وطبعا ينطون الأمور من الدم أو بلازما من الدرجة خاص ما هي الأعراض الموجودة راح تتعالج علاج لهذه الأعراض أقول علاج اللي هو لحد الماء أني ساعد بتخطير الأعراض لكن قلت هو مو علاج خاص لهذا المرأس نعم زين يعني اليوم العلاجات الموجودة يمكن متشفى المرض من نسبة 100% التعالج الأعراض تعالج الأعراض وطبعا هي أكيد يعني إلى حد ما ممكن تبقى أنه الشخص أول ما يشوف هذه الأعراض ويتأكد من أنه أكو تاريخ مثل محشانة هنش هي النقطة بأساسي أنه تعامل وهي لحم جديد مدبوحة يعني فراش فس أو يعني انذبح قدام أو خلال هذه الساعات وإذا بيحب أعدها جديدة أو لسعة أو تآخرات أو تعامل مع شخص مصاب هذه الأمور جدا مهمة بالإضافة إلى أنه إشكرا يكون يروح أسرع وعلى ظهور هذه الأعراض للمؤسسات الصحية ويأخذ العلاج الكافي والعناية والعزل أكيد يكون أحسن ونسبة شفاء تكون آلية طبعا يعني هو مو مرض حدث الوفاة لي لا أكيد يتعالج بصورة سريعة يروح للمؤسسات الصحية بأقرب وكث من يحس على هذه الأعراف وعند هذا التاريخ أكيد إن شاء الله يكون إلى شفاء التام نعم زين يعني الآثار الجانبية التي تظهر بعض الإصابة وتلقي العلاج لا الانتشار أو عودة الحم النسفية بالتالي نحن اليوم محتاجين إلى برامج أكثر محتاجين إلى توعية من قبل الفرق الخاصة بوزارة الصحة من قبل الأطباء يعني من خلال صفحاتهم الرسمية ممكن يطلعون بفيديوهات يوضحون مدى خطورة هذا المرض ويوعون المواطنين يوعون الناس ويوعون ربة البيت تحديدا وهي أكثر تماثي يوم حم والمطبخ بالتالي اليوم هي يمكن الوسيلة لنقل هذا المرض بالتالي اليوم نحن محتاجين إلى هاي الفرق التوعوية ومحتاجين إلى كثير من البرامج تخلص أو تفادي الإصابات نعم رجعتنا دكتورة يامام نعم دكتورة طبعا طبعا أثنى الفرق الموجودة بجميع أو أموم العراق طبعا موجودة وتعمل على قدم الوساق يوميا يتم طرح النشاطات التوعوية سواء كانت المتبادلة فيس فيس نسميها وجه لوجه مع المراكز الصحية طبعا حمنات موجودة أيضا يقومون بها يطلعون بها للمناطق المناطق اللي يكتر بها القصابين أو يكتر بها الذبح العشوائي أيضا للمزارع أو الأشخاص مربئة الحيوانات والحملات التلفزيونية والإذاعية موجودة أيضا الأغلب حاليا نستخدم وفاعل السوشيال ميديا للنشر المعال وما قلت لك اليوم كنا المفروض نكون إيد بإيد حتى نرجع لأن هو مرض مستوطن ومع نحن المناطق الشعبية اليوم يقول لك كيف نحن مناسب لك هذه مجرد إشاعات وكلام عابر فمستعب اليوم يدخل الموضوع في دماغة أو يستوع بهذا الشيء يمكن تصير إصابة داخل بيت أو من ناس مقربين إليه طبعا إن شاء الله لا يكتب إصابة لأي شخص لكن أكيد تبقى الإجراءات الوقائية مهمة مهمة جدا نحن قلت لك المعرض الحمر النسجية لأن هو مراقب صوتا للإراق وعادة ما يكتب هذا الموضوع الموضوع وخاصة بعيد الأبحى التي ستصير البيوت تكثر الضبايح لذلك طبعا هي هذه الفترة التي ينقل بها موسم الصيف مثل ما قلت لك لأنه أصلا يبدأ تكاثر حشرة القراد وكل حشرة القراد ممكن أيضا تنقل هذا الفيروس للبيوت التي تنطيها نتيجة تكاثرها للحشرة القراد يعني اليوم مع ارتفاع درجات الحرار وموسم الصيف يمكن تزايد الحالات أو تزايد المرض عكس فصل الشتاء طبعا نحن نحن تكاثر القراد نعم بالتالي ممكن تزايد الحالات لأن نحن مقبلين على صيف حار وأجواء حار تكون بالصيف ممكن الأوامل الأوامل يعني أكيد ممكن أنه تزايد قتلك أنه هذا الحيوان الأفو هاي القراد ممكن أنه يتكاثر بهذا الموسم الضبائح اللي راح تصير بالعيد بس تبقى وعي المواطن يشكد إحنا أدنى هاي الوعي الكافي وطريقة التعامل مع اللحون أكيد هذه راح تقلل نسبة الإصابات بها هي يعني زيادة هذا الوعي والتفقيد ممكن أي شخص يقرأ عن الحمى النسبية طبعا أكيد راح يأخذ فكرة كاملة عن الموضوع طبعا ونرجع نقول إحنا مواقع ودارة الصحة مواقع ودارة الصحة العامة تنشر هوايا للبوستات والفوزرات ومواد التوعية والفيديوهات والمفكرافات اللي توصل فكرة سريعة للمواطن على أساسها فأي شخص يحب أنه يتابع هذه المعلومات أو الشتوف لأن هذه المعلومات ستكون معلومات صحية من الزائرة أو وزارة تلطي المعلومات الانتصال قبل الصحيح أو من الصعاد الرسمية نعم زين دكتورة سحنا عرفنا الأعراب والبقايا زين اليوم تنصحين المواطن أنه يترك اللحم خلال هذه الفترة خصوصا يعني فترة الصيف طبعا هذه طريقة التعامل يعني إلى عندي وأكبر التعامل وعندي الحذر الكافي للتعامل مع اللطوم ترى ما يكون مشكلة ما يكون مشكلة زين يوم هما يناس يعني تاكل بالمطاعم أو اليوم نشوف أكلها يكون ديليفري زين يعني شوان يعني أضمن أنه هذا الطعام هو صحي وما بي مشكلة أو ما بيتلوث وعادة ما نقول الأشخاص أو المحلات اللي عادة أصحاب النشاط اللي تكون لحم خريب من الصلبات أو الصمون أو رأسا يشويها ورأسا يخليها وتكون هالأشياء كلها مثلا بعربة ورحية طبعا هذه ممكن أنه تنقذ المرض حالة أنه كم التعامل بطريقة صحيحة لذلك أكيد حتى أهل المطاعد لابدتكون ضريقة التعامل مع الصحيحة ما يخلوها قريبة من المقبلات الصلافات الصمون الصحون المواد التي سيستخدمها بالتقديم الصحن أو الطعام أكيد لا تكون قريبة منكم هو هو نفس أكيد لابدت الجهور في عقل إيده يغسل إيده بس يدين مهم جدا حتى يحاول أنه يقلط الإصابات ويتخلص من هذا البريروس يعني أصحاب المطاعم أيضا يعانون من خطورة أو اليوم المواطن لو يتجنب المطاعم تناول أطعمة خارج البيت يكون أفضل ضمان صحته وسلامته وسلامة عائلته هي فترة يعني بس فترة الصيف أو مع ارتفاع درجات الحرارة هي مو فترة صيف فقط صراحة يعني الإصابات موجودة زيان سواء نطر الصيف وشتاء نخاف لأنه زياد الإصابات كيف لأنه موصل تقاف القرار ممكن أنه توقف موصل الخريج الشتاء ممكن لكن بالإصباء قلب الأوسط الفعال هنا هي الزوائية والأشخاص لازم يكون لديهم مستوى آلي من الوعي والثقافة والشأن طبعا هل موضوع بهذا المرض حتى يحاول ما يجيب المرض لا إلا ولا البيت ولا العائل نعم أجل عدد الإصابات التي سجلت في الوقت الحالي بصراحة يعني أنا طبيبة توعية طبيبة تثقية عادة يعني الأعداد متأميني بصراحة قدمة يعني سلامة الشخص والمواطن نفسه فسواء كانت إصابة أو إصابتين أو لو قدمة تكون أنا من أكو هكي مرض لاب أنه يكون أكو توعية صحيحة عن المرض حتى نتجنب الإصابات نعم يعني إحنا كان مفترض تكون ويانا دكتورة روبا من فريق التوعية والإعلام في وزارة الصحة لكن تصنع عليها يعني ماكو رد يعني حتى نعرف عدد الإصابات واليوم موقف وزارة الصحة للتعامل مع هذا المرض وتوفير العلاجات دكتورة اليوم النصائحة تقدمها المواطن أو تحدي طبعا أكيد الحذر عند شراء لازم يكون اللحوم مذبوحة بصورة رسمية من المجازر رسمية وهنا نحن نرجع دائما نقول تعقيم المواد السكين للوحة تقضية عدم وضع هذه الأمور تكون اللحم أو المنتجات أو سوائل اللحم داخل الليت ومتتنظف بصورة صحيحة فهذه كل الأمور حتى تقنى تصدقي أولادها وعائلتها لازم أن تكون لها الحذر تخلص من النفايات بصورة صحيحة وتخسل إيديها قدر الإمكان والتعقيم مهم جدا من أصحاب القصادة لازم يكون التعامل صحيح للأسف لازم نشوف نشوف كلهم نفس الشفوف الصداري يتعاملون وياللحم كأنه شيء عادي للأسف طبعا يعني هذه عدة الوقاية الصدرية الجلد يلبسوها مثل ما قلنا الجزمة هالأمور هذي كلها يخضوها بعين الأفتبار تتنظف المكان ويتعقم بصورة صحيحة كل أربع جلاصات مي أو أربع ألتار مي إلى لتر قاصر هذه تكون ممكن تكون إلى حد ما تساعد بالتعقيم ويتخلص من الفيروس التي تنقضى عليه زي مدة طبخ اللحم صحيح كلما تكون فترة الطبخ أكثر ممكن نقضي عن مرض طبعا هو أكيد نازم نازم اللحوم تنطبخ بصورة صحيحة وتاخذ الوقت الكافي للصبخ يعني مثلا نشوف بعض الماكن يستوون مثلا مستيكات اللحم تكون مثلا ما مستوية أو كبدة ممكن تكون ما مستوية وتنزل مثلا بها قطرات دم وهالأمة طرعا هذه ممكن أنها حد ما قد تكون سبب إصابة في لحظة الناس التي تطبخ بجدر الضغط يعني يكون وقت أقل للطبخ يعني ربا تبيت تكون مستعجلة عادتين فتطر تطبخ بالجهاز أو جدر الضغط هذا بيه مشكلة الموضوع ربا تستمي ربا تستمي ورح تأخذ كفايتها من الطبخ على درجات حرارة عالية فبالتالي ما راح إن شاء الله تكون تسبب الإصابة هي من تتخلى على النار وتنطبخ وتأخذ كفايتها ما راح تكون إن شاء الله تسبب إصابة أكيد يعني نتأمل الصحة والسلامة لكل المواطنين وكل الناس أكيد هي الوقاية خير من العلاج نحن نريد الأعداد الزائد بالتالي إحنا لازم نحمي نفسنا بنفسنا لعلاج يمكن صعب أو إذا تفشي هذا المرض لا سامح الله راح صار كارثة شكرا لك دكتورة يا ماما رويس اختصاص طب الأسرة شكرا عربي شكرا لك شكرا معلمات المهمة التي قدمتها المواطنين أهلا نوز أهلا أهلا أكيد اليوم الوقاية خير من العلاج اليوم تفادي المرض أحسن اليوم ما تزور مستشفى أو طبيب اتجنبوا اللحوم خلال هذه الفترة أو اليوم طبخوها بصورة صحيحة اليوم مسؤولية كبيرة على ربة البيت اليوم أم البيت هي المسؤولة على حماية أسرتها وعائلتها نتمنى الصحة والسلامة لكل المواطنين وصلنا لكم مشاهدين ختام حلقتنا تضعين وإن شاء الله حلقة جديدة من المحتمل إلى اللقاء